نحن كلنا سوا وأنا على رأس الوزراء وضعنا استقالاتنا الخطية بأهدة رئيس الجمهورية وإيادة التيار هي سابقة في تاريخ الحكومات وزراء يضعون استقالاتهم في عهدة قيادتهم الحزبية فور تعيينهم مضينا استقالاتنا بلغنا أنه تعيننا وبعدين مضينا الورقة وهكذا علنا باتت مسئولية وزراء التيار الوطني الحر رهنا برضى حزبهم الذي يقرر إقالتهم من عدمها وهنا تكمن المخالفة الدستورية فإيقالة الوزراء تحتاج إلى قرار رئيسي الجمهورية والحكومة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء لا إلى قرار حزبي والدستور حدد بشكل ثابت وأكيد كيفية وآلية إيقالة الوزراء إما بمرسوم يصدره رئيس الدولة مع رئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة سندا لأحكام الفقرة الثانية من المد تسعة وستين أو بحجب الثقة عن هذا الوزير تحديدا عندها وجبة على الوزير أن يتقدم باستقالته سندا لأحكام المد تمنى وستين معطوفة على أحكام المد تسعة وثلاثين من الدستور وبالتالي اليوم التوقيع المسبق من قبل الوزير المعني على استقالته قبل تعيينه يعتبر مخالفا للدستور وتعديا صارخا وسافرا على صلاحيات رئيس الدولة من جهة ورئيس الحكومة ومجلس النواب ويجعل من الوزير المعني موظفا لدى حزبه أو مرجعيته عوض أن يكون المسؤول الأول والأخير وعلى رأس هرم وزارته ويجعل من دوره مقزما إلى حد أنه يصبح مسؤولا تجاه هذا الحزب أو هذه المرجعية عوض أن يكون مسؤولا تجاه وطنه وضميره ليس إلا إذن المخالفة الدستورية واضحة ومحورها الوزير جبران باسيل الذي هو على رأس الوزراء الذين وضعوا استقالاتهم في عهدة قيادة التيار برئاسة باسيل نفسه جاعلا من نفسه الخصمة والحكم نعيم برجاوي قناة الجديد